اشتركوا في القناة لسنة 2019 والذي يهدف إلى ضمانة تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم حيث قرر المجلس بعد مناقشته لمواد مشروع القانون الموافقة على مشروع القانون على أن يتم أخذ الرأي النهائي على المشروع في الجلسة القادمة وقبل ختاب الجلسة استعرض المجلس مشروع القانون النموذجي حول الأمن الغذائي والتغذوي في أفريقيا المقدم من برلمان عمومي أفريقيا قانون العدالة الإصلاحية للطفل هو قانون هام جدا ومحكم جدا لأنه يحقق العدالة الإصلاحية للطفل ومصالح الطفل تكون هي الفضلة القانون صيغة بحرفية جدا اشتغلت عليه جهات كثيرة جدا وزارة العدل وزارة التنمية الاجتماعية الجهات أيضا المنظمات العالمية التي تختص بالطفل يراعي كثير من نفسية الطفل أيضا يفرض وجود محكمة للأطفال وأيضا يعامل الأطفال على حسب أعمارهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر